شفت لك فيديو في قدام مبنى باعتصام قدام مبنى وبتقولي داخل هذا المبنى يوجد الإرهابيون يوجد الدواعش يجب ترحيل هؤلاء من هذا الوكر أو هذا المبنى من هم هؤلاء المتواجدين داخل ذاك المبنى نعم ذلك المبنى هو المقر مقر فرع تونس لما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونحن نسميه اتحاد القرضاوي في تونس ذلك المبنى بثلث طوابق في قلب العاصمة تونس في أحد أكبر شويرة العاصمة داخله يتم تدريس أن البوليس هو الطاغوت يتم تدريس أن المرأة هي عورة ولا حق لها في الحياة السياسية أو الاجتماعية يتم تدريس كل الأفكار المناهضة للدولة التونسية البرغيبية وهناك طبعا التحريض على الجهاد والتحريض على التسفير الذي عاشته تونس منذ 2011 أثناء البؤر التوتر وأثناء الإشكاليات التي حصلت وتسمى ربيع عربي إذن هذا الوكر نحن نعارض وجوده في تونس ونطالب بكل إلحاح السلطة التونسية بترحيله وغلقه من يدعم هؤلاء في تونس؟ ونعلم الرأي العام الدولي أن الغنوشي هو مؤسس ذلك الفرع وبالتالي من يريد أن يقول لنا أن الإخوان انتهوا من تونس يجب أن نرى أن تنظيمهم ولكن من يدعم هؤلاء في تونس؟ الأموال الفسدة تغادر تونس ترجمة نانسي قنقر